غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الثانية مطار الملك خالد الدولي برياض متجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة تحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طن وذكرت وكالة الأنباء السعودية وعس أن تلك المساعدات تأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد